إلى الصورة الأكبر يقال بأن علي عبدالله الصالح هو رجل الإمارات في نهاية المطاف نجل ويتواجد في الإمارات حتى الضاحية خلفان خلال تغريدات على تويتر طلب بإزالة كلمة المخلوع وبأن الرئيس اليمني لا أسبق ويعتبر عبد ربو منصور هادي من جهة ثانية الرجل السعودية مع اغتيال علي عبدالله الصالح هل برأيك سوف يكون نوع أو بوادر خلافات بين السعودية والإمارات بما يتعلق باليمني؟ بلا علاقة بين السعودية والإمارات هناك خلاف هادئ بين علي عبدالله الصالح هناك خلاف بين السعودية والإمارات حول الوضع في عدن وحول مكانة ووضع الرئيس هادي الإمارات تحاول بطبيعة الحال إضعاف الرئيس هادي وتعزيز مكانة نائبه هناك تقارير عن معتقلات سرية تقوم بتشغيلها الإمارات في اليمن الجنوبي ويعني في بعض المعتقلين هم من أنصار الرئيس هادي وكل من يعارض السياسة الإماراتية في الجنوب وهذه مأساة اليمن نحن نتحدث عن الحرب الوكالة بين إيران وبين السعودية وشهدنا اليوم في الأيام الأخيرة اقتطال بين داخل المعسكر المدعوم إيرانيا علي عبدالله صالح والحسيين وأيضا في الجنوب هناك خلاف حاد هو لم يضغى حتى الآن على السطح ولكنني لن أتفاجأ في ظل التطورات الحاصلة ومدى تأثيرها ورغبة كل من السعودية والإمارات استقطاب أنصار الرئيس علي عبدالله صالح وطقوية معسكرهم في الجنوب أن يطغى هذا الخلاف الإماراتي السعودي بشكل أكبر حتى الآن الدولتان تبثان على نفس الموجة تبثان أنهما متوحدتان في وجهة نظرهم بالنسبة لمستقبل اليمن وبالنسبة للضرورة سد الطريق على إيران ولكن من خلف الكواليس وتحت الأرض الأمور بين الطرفين ليس على ما يرام وسيحاول كل من السعودية والإمارات استقطاب أنصار الرئيس صالح لصالحهم أملا أن يحسم هذا الانضمام المعركة على رئاسة اليمن الشرع